تطوير الفكر الاقتصادي والإسلامي هو أحد أهم دعامات بناء المجتمع الإسلامي والعمل على وضع حلول وأبحاث تقوم على رؤية المستقبل بشكل يضمن التطور والبناء على هذه الأسس أطلقت جائزة الأمير محمد الفيصل رحمه الله لأبحاث الاقتصاد والتي كانت ولا تزال أهم روافد الاقتصاد الإسلامي معظم المعنيين بالاقتصاد الإسلامي انشغلوا بالصيرفة والصيرفة هي جزء من الاقتصاد وليس الكل وهناك إهمال للباقي الاقتصاد فالهدف من الجائزة هذه تحفيز الناشئة الصغار في السنوة لذلك هذه الجائزة موجهة لما دون الجامعة بحيث أن تحفزهم للتفكير في حلول لمشاكل الإنسانية تطرح الجائزة موضوعات في إطار قيامي وفلسفي من خلال مجالات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار والتي تقوم على تطوير المجتمعات الإسلامية وتفتح الجائزة أبوابها لكل أنواع البحث من خلال مشاركة الجنسين من سعوديين وغير سعوديين من المقيمين لتكون نواة البناء لمجتمع بحثي متطور البحث فكرة طلعت من مشكلة حنا دورنا مشكلة قاعدنا نفكر ايش نسوي البحث من أقوى مشاكل المجتمع اللي نواجهها الاستهلاك الترفي كيف الاستهلاك مرتفع عندنا فمن هنا طلعت الفكرة والحمد لله توفقنا في استمرار في الدراسة وطلعت معنا نتائج مرضية وأثبتنا النظرية اللي طرحناها الجائزة في نسختها الثانية ترصخ مفهوم الاقتصاد والاستثمار الإسلامي وتعمل على إيجاد حلول علمية وعملية ترقى إلى تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين من خلال محاربة الاستهلاك الترفي الذي يكون أحد روافد هدم الاقتصاد انطلاقا من مبدأ الاقتصاد الإسلامي والذي كان عرابه صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل رحمه الله انطلقت هذه الجائزة والتي تعبر للنشع عن مدى أهمية الاقتصاد الإسلامي في المملكة عبدالله الخرجي الإخبارية جدة